نحو مليون شخص عراقي مهددة حياتهم بالخطر بعد تعرق الإمكانية وصول الأدوية الأساسية والرعاية الصحية اللازمة لهم بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي قالت إن نقص التمويل يهدد بإغلاق المرافق الصحية الأساسية في البلاد الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة خطر تفشي الأمراض المعدية وتراجع جهود التعافي المفذولة في المناطق التي دمرتها العمليات العسكرية أربعة من المانحين لقطاع الصحة قاموا بإغلاق 22 مركزاً لتقديم الخدمات الصحية في عام 2018 بسبب نقص الأموال بينما تواجه 38% من إجمالي المرافق الصحية التي تدعمها تسعة شركاء في مجموعة الصحة تواجه خطر الإغلاق في نهاية شهر التموز الحالي بعثة الأمم المتحدة أكدت أنه وحتى الآن لم يتم جمع سوى 12% والنصف من قيمة الأموال الواجب جمعها من أجل تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة هذا العام حيث يحتاج المانحون إلى 54 مليون دولار بصورة طارئة من أجل تلك الخطة لضمان استمرار الخدمات الصحية في المحافظات التي شهدت معارك مؤخراً إغلاق المراكز الصحية سيترك ثغورات كبيرة في عملية توفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء والرجال النازحين عن بيوتهم الذين عادوا إلى المناطق التي تعاني من بنية تحتية مدمرة حيث تقدم هذه المرافق حالياً خدمات صحية لأكثر من 900 ألف عراقي نازح في المناطق التي نزحوا إليها تتوزع ما بين علاج الأمراض الشائعة وخدمات أمراض النساء ولقاحات الأطفال وفحص التغذية وإحالة الحالات الطبية المعقدة للحصول على علاجات متقدمة ويبقى قطاع الصحة من بين القطاعات المهمة التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة وذلك لأهميته ولكثرة انتشار الأمراض بعد المعارك التي شهدتها العديد من المدن العراقية إلا أن هذا يبدو صعباً في ظل الفساد الحكومي الذي تشهده جميع القطاعات في العراق وعلى رأسها قطاع الصحة